موسيقى لا ينفك الحجد الشعبي في العراق بفصائله المختلفة عن التصرف كما لو كان دولة داخل الدولة لا يكترث للقوانين ولا يلقي بالا للتنبيهات التي يصدرها مسؤول الحكومة بضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم ارتكاب الانتهاكات هكذا كان الوضع منذ تأسيس الحجد الشعبي وما يزال لكن ومنذ اعلان رئيس الوزراء منح فصائله صلاحيات وميزات قوات مكافحة الارهاب التابعة للحكومة بات قادة تلك الميليشيا اكثر صلفا بتصريحاتهم الطائفية واكثر عنجهية في مطالبهم السافرة بدءا من اعلانهم المشاركة في معركة الموصل بغض النظر عن موافقة الحكومة مرورا بالتهديد باقتحام سجون وقتل محكومين بالاعدام ان لم تنفذ السلطات الاحكام الصادرة بحقهم وصولا اخيرا الى اصدار قوائم تشمل اسماء مئات ممن تعتبرهم الميليشيا مطلوبين في محافظة الانبار كما لو كانت الميليشيا جهة قانونية سيادية تأمر وتجلب وتعتقل بل وتعدم دون اكتراث بالقانون او بالحكومة القائمة عليها بعد ان اصبحت قوة عسكرية موازية ها هي ميليشيات الحجد الشعبي توسع من نفوذها قيادة ميليشيات الحجد في محافظة الانبار اعلنت عن قائمة بالمطلوبين تضم 1800 عنصر بتهمة التورط مع داعش يأتي على رأس المطلوبين شيخ قبيلة جميلة في قضاء الكرمى ونجله القوى الامنية العراقية لم تعترض على اصدار ميليشيات الحجد هذه القوائم بل اكدت انها خطوة ضمن سلسلة من الاجراءات في قضاء الكرمى شرقي الفلوجة لمنع عودة التنظيم المتشدد اجراءات واعداد شككت قيادات العشائر في مدى صحتها اذ تحدثوا عن اعتقالات تعرض لها مدنيون تفوق في اعدادها ما هو معلن مو بس العدد هذا 1800 اخت الكريمة هناك اعداد كثيرة اكثر من 15 الف اشخاص شباب من الفلوجة والقرمة ومن اديالة كذلك اخذوهم بحجة التحقيق والحاسبة لبسوا ملابس جيش وفهموا الناس اجراءاتكم بسيطة اكثر من 5 دقائق ويتم المعاينة والمشاهدة على كل واحد منكم عندنا صورة بالحاسب ويتم اطلاق صراحة لحد الان اعتقلوا قدد كبير منهم اللي يدفنوا بالحياة اللي يقتلوا اللي يغولوا اللي ياخذوا الايران قيادات ميليشيات الحجد اعلنت انها تنشر نقاط التفتيش وابراج المراقبة في جميع مناطق كرم الفلوجة اضافة الى اغلاق المداخل غير المهمة مما دفع عددا من القوى العراقية الى التحذير من حملة انتهاكات قد ترتكب بحق اهالي بعض المناطق من قبل الميليشيات الطائفية هناك انتهاكات صارمة ان اعنك للحجد الشعبي تقتل وتذبح من قبل الحجد الشعبي لأهالي السنة فهذه ميليشيات خارجة عن القانون سبق وان اتحدث العبادي قال اكثر من 25% من الحجد الشعبي هم ناس خارجين على القانون وغير منضبطين التنسيق المعلن بين الاجهزة الامنية العراقية وميليشيات الحجد لا ينفي حقيقة ان هذه الميليشيات تزداد قوة وتتجاوز اختصاصاتها اجهزة الدولة الامنية والقضائية فحصول الحجد على مزيد من الصلاحيات مثل وضع قائمة للمطلوبين امنيا وملاحقة المتورطين مع داعش يصلت الضوء على كيفية واسباب تجاهل ما تواجه تلك الميليشيات من اتهامات بارتكاب انتهاكات طائفية في الفلوجة وتكريت وديالا فحتى الان لم تتخذ اي اجراءات رسمية تجاه فصائل تابعة لميليشيات الحجد اتهمت رسميا من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين معنا الان من اربيل القيادي في المشروع العربي الدكتور ناجح الميزان دكتور ناجح مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الاخبار مرة اخرى ابراز دور الحجد الشعبي اعطاء صلاحيات اضافية وكل هذا بمباركة وبمظلة حكومية وبشرعانة حكومية ما الهدف من ذلك برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الهدف من هذا هو تطبيق تجربة الفسيجة الايراني في العراق وهذا معروف يعني للجميع انه ايران طالبت ان يكون الحرس الثوري تجربة الحرس الثوري في العراق وهو الحجد الشعبي وتكون نواته سرايا الخراساني هذا معروف للجميع وبالتالي هناك القوات وتزامن التشكيل هذه القوات بانهيار الجيش العراقي بامر ابن المالكي بتسليم السحطة لداعش والهروب امام داعش في تسعة ستة 2014 على اثرها تشكل الحجد الشعبي بامر من المالكي وليس بامر من المرجعية كما يطبل لها من يريد ان يعطيه صفة شرعية اليوم العبادي يريد ان يطبق او ان ينفذ لجندات الايرانية وهو تشكيل حرس ثوري في العراق بشكل الحجد الشعبي التسمية ايضا هي البسيجة الايرانية البسيجة الايرانية ايضا اعتقدت ترجمة مالتها الحجد الشعبي ايضا وبالتالي اليوم كل الاسلحة الثقيلة الموازنات الكبيرة طيران الجيش الكل يأتمر طبعا ها حقيقة يعني قد يكون اجوز المشاهد ما يقتنع لكن اليوم العبادي وكل قادة الجيش ووزارة الدفاع والداخلية هي تأتمر بامر قادة الحجد الشعبي يخلهم يكون صريحين ودليل على ذلك اليوم كتاب حزب الله اخذت من الرزازة بحدود الفين ومية اصبح العدد من الرزازة هاربين من داعش من الانبار اخذتهم السؤال عندما سئل العبادي اين هؤلاء من الرزازة قال هذه كتاب حزب الله وكتاب حزب الله غير منتمية للدولة ولا في الحجد الشعبي ايضا القضية كل يوم تضاف صلاحيات الحجد الشعبي القصة من هذه هو اعطاء السلطة العليا بالقوات المسلحة والسلاح الثقيل ان تكون للحجد الشعبي لكي يكون هو القوة الضاربة كما موجود في كثير من الدول حرس الثورة الايراني الحرس الجمهوري في كثير من الدول هذا هو الغاية منها لان هذا الحرس مرتبط بالحرس الثورة الايراني وبالتالي هو لا يطيع وقالها العبادي هناك مئة فصيل مشكل قالها رسميا لا نعرف عائدية لمن يعني كل من يجي يسوي له فصيل مع ان المرسوم الذي صدر عن رئيسة الوزراء دكتور ناجح قبل ايام والذي يعني يشرعن هذه المسألة ويعني يعامل الحجد الشعبي كقوة ضاربة موازية لجهاز مكافحة الارهاب تشير الانه ليس له مرجعيات سياسية او شيء من هذا القبيل بحسب المرسوم الذي صدر عن السيد العبادي ما رأيك في ذلك؟ لا يعني مرجعية سياسية الكل يعلم جيدا ان ميليشيات باستثناء سرايا السلام وفرقة العباس اللي هي تابعة العتبة العباسية في النجر باستثناء سرايا السلام الكل هم يقولون وهذا معلوم للجميع يعني رسميا هي مرتبطة بولاية الفقه بالسيد الخامنة بدر مرتبطة الخزع المرتبط اللي هي سراء الحق عصابها للحق كتاب جند الإمام كتاب حزب الله الكل مرتبطين علنا نحن بأمر ولاية الفقه وبالتالي من يقود هذه القوات مرجعية السياسية والعقدية والعسكرية هي ولاية الفقه الخامنة ومن بعده قاسم سليماني هذا ليس خافيا على أحد ولا هم يخفون بالعكس هم يتمجدون كثيرا عندما يقولون هذا العامري وبومهد المهندس الكل يقول نحن تابعون للخامنة وولاية الفقه ولا يخجلون من هذا ولا يخفوه أصلا أما بتبعيتها هي هذا الأمر الديواني هو مجرد إضافة صلاحيات جديدة من يمنح العبادي يمنح صلاحيات للحجد الشعبي الذي هو مرتبط غير منتبط بالحكومة عمليا ولا عقديا ولا سياسيا لكي يعطيه نوع عما لكي يضفي عليه الصبغة من الرسميات لكي يمرر جرائمه ويعتبره جهاز تابع للحكومة وفي حقاقة الأمر هذا لا يعني الحكومة تقول ورئيس الوزراء يقول أنه هذا جهاز تابع للحكومة فعليا ولكن إذا كان الهدف هو محاربة الإرهاب هذا هو الهدف من إيجاد الحجد الشعبي أصلا إذا كان هذا هو الهدف لماذا لا ينضم هؤلاء المتطوعين إلى القوة الموجودة وهي قوات مكافحة الإرهاب يعني ما هي كانت فتوى السيد السستاني عندما أعلن الفتوى والنص الصريح قال عليهم الجهاد الكفاية أن يتطوعوا إلى الأجهزة الأمنية لمقاتلة داعش لم يقل تشكيل حجد الشعبي ولم يقل كل هذه القضايا يعني إذا رجعنا إلى الفتوى الرئيسية لسيد السستاني هو طالبهم أيضا كما تفضل جنابك أنه ينضم إلى أجهزة الأمنية لكن العجيف الأمر أو الغريف الأمر أنه بعد أن نكاد أن نقضي على داعش ولم تبقى إلا الموصل وهم ناوين على رحيل داعش يطلعون يعني شنها المناسبة هاي أنه بعد القضاء على داعش يشكل تعطى صلاحيات للحجد الشعبي السؤال هذا كان حريم بالعبادي أن يعطي هذه الصلاحيات قبل تحريح الفلوجة قبل تحريح صلاح الدين موهسة يعني من نتهى الداعش طيب بالمقابل بالمقابل إذا كانوا هم يبحثون عن أناس تابعين لداعش 1800 في الأنبار وما أدل منين زين لماذا لم يجري تحقيق بخروج داعش من الفلوجة وأمام عينهم باستقبال حزب الله 600 سيارة في اللحظات الأخيرة يفتحونهم ثغرات تسعب الفرقة الثامنة بأمر من الحشد وتخرج بحماية حزب الله هناك كثير من الأمور يعني لنكون صريحين وواضحين هذه القوة هي تابعة هي تقول رسميا نحن تابعون للخامن نقطة راساطة فشريد يعطوها صلاحيات مجلس النواب أعطاها موازنة دون أن تكون جهة رسمية معترف بها أعطاها موازنة أكثر من الجيش كل هذه الأمور اليوم السيطرة هي أضعاف الجيش وتقوية الحجد الشعبي شكرا جزيلا لك دكتور ناجح الميزان القيادي في المشروع العربي كان معنا مباشرة من أربيل الآن إلى شونتال مرة أخرى وطائفة من المشاركات المشاهدين عول هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما زال شونتال موضوع الحجد الشعبي موضوعا مثيرا للجدل وما أعطاء هذه الصلاحيات الإضافية أيضا زاد النقاش حول هذا الموضوع لنرى كيف كانت الأراء بالفعل مهند عمر يغرد على تويتر مشروع تثبيت الحجد الشعبي كقوة عسكرية وأمنية رئيسية متنفذة ومهيمنة في العراق هو جزء من مراحل تنفيذ المشروع الإيراني الخاص بتصدير الثورة هذا كان رأي عمر أما سامر فيقول سأحاول أن أقرأ هذه التغريدة لنور هنا تقول فيها أعطاء الحجد الشعبي صلاحيات واسعة سيحد من قوة الجيش العراقي وسيحوله إلى أداة إيرانية قوامها ميليشيات طائفية يعني الكل يتحدث عن الموضوع نفسه بالفعل مهند هذه التغريدة لبلال يقول فيها إذا كان الجيش والمؤسسات الأمنية الحالية بدون مؤهلات مهنية لإدارة الأوضاع في العراق هو يتسأل فكيف ستمتلكها ميليشيات قائمة على أساس طائفي مذهبي تتبع دولة أخرى هناك مخوف كبيرة بالفعل مهند أكيد السؤال الذي يخطر على البال هو إذا كان هذه المجموعة المسلحة ليس لها أجندات سياسية ولا مرجعيات مختلفة لماذا لا تكون جزء من القوات المسلحة أو من قوات مكافحة الإرهاب الموجودة أصلا هذا السؤال يبقى من دون أجوبة لأنه دائما يقول الجميع أن وراء هذه القوات جهات خارجية تدعمها وتريد رضيها مصالح لخليف العراق هذا بمثال جيد بأنه موازي لقوات البسيجة الإيرانية أو حتى البعض يقول موازي لميليشيا حزب الله في لبنان شكرا جزيلا لك شونتال